المتهم الرئيس في قتل سائحتين اسكندنيفيتين في المغرب أواخر العام الفائد اعترف بدوره في هذه الجريمة مبديا أسفه لارتكابها وذلك أثناء مثوله الخميس أمام المحكمة هذا ويمثل المتهم عبدالصمد الجود وهو بائع جوال بالإضافة إلى 23 متهما آخرين ويواجه هؤلاء اتهامات خطيرة بينها تشكيل خلية إرهابية والقتل العمد والإشادة بالإرهاب